عايزة روح للدراما يعني الدراما كمان دايما بتقدر توصل حاجات كتير قوي للناس برضو في الكم سنة دول بدأنا نشوفهم بيعملوا أدوار ويبقوا موجودين ويبقوا جوا المجتمع هل شايفة ان ده حل من الحلول كمان ان احنا يعني نتقدم أكتر ونقرب لمشكلاتهم أكتر بالزبط دايما الشعب المصري ويمكن هو ده كان فكرة قدرون باختلاف أنا النهاردة لو دعيت مصر كلها عشان يجوا يتفرجوا على رياضة محدش بيجي لكن قدرون باختلاف لما دخل الفن مع الرياضة مع الابطال مع كده ابتدت الناس تبصلون بشكل تاني فان احنا نعرض المشاكل اللي هما بيتعرضوا لها من خلال فيلم أو سينما أو مسلسل أو كده اكيد ده بيأثر في وجداننا جدا احنا شعب متزوق للفن بدرجة عالية جدا الحاجة التانية انا استنادي مثلا في فيلم نازل احمد عيز اسمه انا واخوي اخوه دون سندروم حد من ولادي مصبوط مصبوط واتعملوا تيست زيه هتقول لي اربعة خمسة واتعمل لهم كلهم تيست والامات حتى اللي لما تمش اختيار ولاده كانوا فرحانين قوي انه هم حد من اخواتهم حيث اللي هو ممثل كأنه ممثل عنهم بالزبط هم موجودين دولة المسرحية اللي اتعاملت برعاية وزارة التضامن الكنز اللي عملها الفنان اشرف عبدالباقي وجودهم فهما دلوقتي لا حاسين انهم دور حاسين انه لا فالفن وسيلة سريعة ورائعة وعن طريقها تقداري تعريضي كل حاجة بالشياكة وبرقي مهما بدلنا نقول في محاضرات وكده ليس زي ما شوف عشان كده احنا كلنا هتلاقينا في وجدانك وكده انت متأثرة بشخصيات صحيح فاضل بجوء زي ما انا كده قلتلك مثلا رفيعبي صحيح طبعا رفيعبي دالايونسا اصلا صحيح طبعا رفيع بجوء زي ما انا كده شكرا